الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولضيوتهم أبوابا وصورا عليها يتكئون وزخوفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن مغيط له شيطانا فهو له قليل وإنهم ليصدونهم عن السمير ويحسبون أنهم مهددون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فلئس القليل حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فلئس القليل ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتريكون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبنك فإنا منهم منتقبون أولينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنك لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسألنا أن أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دول الرحمن آلهتي يعمدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليسه ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكان يبين فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء أو جاء معه الملائكة القتلين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفوا لن تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وأما ضيب ابن مريم مثلا إذا قولك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه واجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء نجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضمين آمين وإنه لعلم للساعة فلا تمتغن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدوكم مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جدتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذين اختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من مينهم فغير للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخ الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا في آياتنا وكانوا مسلمين ودخوا الجنة أنتم وأزواجهم تحذرون يطوف عليهم بصحاك من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالبون وفيها الجنة التي أولدتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكلة كثيرة منها تفكرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين إن المجرمين في عثاب جهنم خالبون لا يفتر عنهم وهم فيه مدرسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك قال إنكم باكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كالمون أم أبرموا أمرا فإنا مدلمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان بالرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذقهم يخضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليل وتبارك الذي له بلك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه تحجرون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والظالمين حميم حميم والكتاب المبين حميم إننا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذبين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مقصرين رحمة من ربك إنه هو السمير العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إنا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخاء مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مدين ثم تغلوا عنه وقالوا معلهم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبقش البقشة القدرى إنا منتقمون ولقد فدنا قبلهم قول فرعون وجاءهم رسول كريم أن أبدو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجعون وإن لم تؤمنوني فاعتزنون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبالي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزوع ومقام كريم ونعمة كان فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوهم ضيين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اختضناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليكون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن من شديم فاتوا بآبائنا فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا جئمين وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لأن عند عليهم غير المغضوب عليهم غير الضالين آمين إن يوم الأصميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولاً عن مولاً شيئاً وهم لا ينصرون إلا ما ضحم الله يوم لا يغني مولاً عن مولاً شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهن يغلي في البطون كغلي الحميم خذوا فاعتنوه إلى سواق الجحيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتعون إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزرجناهم بخور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فأعلم بالرب كذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بإيسانك لعلهم يتذكرون فأعتقد إنهم مقتقلون الحمد لله رب العامين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخبوب عليهم ولا الضالين آمين حميم تنزيل الكتاب إلى الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم ما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك نثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصره مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آيات لا شيئا اتخذها جزوا أولئك لهم عذاب مهين من وقائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب أظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأهله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في الزمارات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فإنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الهداء والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأرض فنختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم اجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغلوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله علي المتقين هذا بصائر للناس وهدى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترح السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق وإي تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخل إلهه هواه وأضله الله على علمه واختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره رشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نوت ونحيا وما يهدقنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بين إن كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالبت بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتهم ثم يجنأكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذن يخسر المبطلون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى الكتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِقُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ فأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خَيْدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا غيب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنه وما نحن به استيقنين وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله عظيم شكرا